نيجي بقى للقناة المفعلة فلو حضرتك مفعل جديد اسمع للفيديو ده لان الفيديو ده مهم جدا لك خصوصا ان انا ارباحي في الاول ما كانتش بالشكل اللي حضرتك شايفه ده بس انا كنت من الناس المحظوظة جدا اللي حققت ارباح في اول شهر 12 ده علا معايا الارب ام وعلا معايا ربحي في اول شهر وقدرت حقق من خلاله العشرة دولار الناس كلها بتتكلم عنها بس برضو كان عندي مشاهدات وكان عندي محتوى وكنت بنزل باستمرار وحوري حضرتك احصائيات اول شهر لو جيت بسيت وشفت هنا هتلاقي 632 دولار في شهر 12 واحنا لسه يوم 25 يعني باقي خمسة ايام وشهر 12 يعتبر الشهر الافضل لمنشئ المحتوى من ناحية الارباح علشان كده هتلاقيني قلتلك في اول فيديو انا من ناحية المحظوزة اللي حققت ربح في اول شهر 12 لان الشخص ده بالفعل بيكون محظوز بص حضرتك لو جيت بسيت معايا الاحصائيات اول شهر اللي هو يعتبر واحد اتناشر الى واحد وثلاثين اتناشر انا حققت ارباح يوم ستة اتناشر وكان عندي هنا المعلم بيدفع اكتر وصل ان المعلم بيدفع اربعة دولار والارب ام عندي في اول يوم ودي على فكرة نادر جدا لما تلاقيها تمانين سنت واحد دولار اتنين دولار واحد دولار واحد دولار نادر جدا لما تلاقيها بالشكل ده صدقني والله بدون اي شيء بس الارب ام كان بيطلع معايا وكان الدنيا معايا حلوة اوي بص حلوة اوي هنا اتنين ونص هنا واحد هنا واحد اتنين انا دلوقتي الارب ام عندي اقل حوضح لك ليه الارباح دي جت من كم مشاهدة لو جينا بصنا كم مشاهدة هنا هنلاقي 29 الف مشاهدة بس لما ندخل على الارباح كان فيه فيديو الفيديو دي اعتبر الفيديو الاكتر نجاحا في الفترة دي كان المحتوى الكتابي المحتوى الكتابي بالفعل هو المحتوى المكرر الاتنين دول ساعدوني جدا ان انا حقق ربح فعايز اقول لحضرتك دول اللي زقوا المتوحد فكرة بالاضافة الى شهر 12 لان حضرتك لو جيت تبص معايا انحاة هنا كام 34 دولار من كام مشاهدة من 29 الف مشاهدة تعال الشهر التاني شوف الارب ام هنا وشوف التكلفة هنا كام تعال الشهر التاني ده نزل ضد ضعف اه نزل ضعف ده الارب ام برضو نزل ضعف اه نزل ضعف ما عايز اقول لحضرتك دلوقتي من دلوقتي علشان شهر واحد لما قابل الكارسة ما تقلقش لانك في شهر واحد ما بيكونش فيه اعلانات بيكون الدنيا هادية والارب ام قليل وما فيش اعلانات كتير والدنيا كده قدامك هو شهر واحد كده وكمان نص شهر اثنين فعايز اقول لحضرتك ان شهر واحد يعتبر من الشهور قليلة جدا او يعتبر اقل شهر ليا بتهيقلي على اليوتيوب اللي قدرت حقق فيه ارباح 30 دولار بناء على كم مشاهدة بقى بناء على 40 الف مشاهدة اكتر من هنا يعني هنا كت 29 هنا 40 وجبت هنا 30 وجبت هنا 34 طب ايه الفرق الفرق من هنا وهنا ان الارباح هنا والارب ام كان قليل ليه قليل هقول لحضرتك بس نزل مرة واحدة هو اتنين وخمسين ستة واربعين اربعة وستين سنت اربعة وتمانين واحد واتنين في شهر اثناشر الدنيا بتكون ريئة الدنيا حلوة بعد كده بدأ يهبط 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 معي يهبط 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 الدنيا هبطة خالص في شهر واحد جبت حققات من 30 دولار في 44 الف مشاهدة او 40 الف مشاهدة وبرضو المحتوى الكتابي وتحقيق لأربعة تلاف ساعة مشاهدة والعلم ومول يعتبر اهم تلات فيديوهات بيجيب لأرباح قدام حضرتك اربعة دولار اربعة دولار اتنين دولار واحد دولار واللي كان الفيديو بينزل كان بيجيب لألف مشاهدة او خمسمائة مشاهدة كان بيرضو بيجيب واحد دولار واحد ونص دولار بالليه بالتقريب ده بس برضو تعالى بص معايا وشوف الشهر الاول مش كان عندي الخبرة اللي عند دلوقتي يعني الخبرة اللي عند دلوقتي مكنيتش عندي مش كانت موجودة في الظهور الاولى لا ولا دي كمان كان وقد عندي خبرة فيه برضو كنت بنازل قليل ماشي وتعالى برضو هنا برضو بنازل قليل وعايز أقول له حضرتك أجبت اربعة واربعين دولار من واحد واربعين الف مشاهدة بس هنا بقى اربائم الى حد ما كويس وهنا الى حد ما كويس وكان برضو اللي بيجيب لي الأرباح اللي عن الممول المحتوى الكتابي حل مشاكل المحتوى الكتابي الفيديوهات دي كلها كانت تلاتين دقيقة عشرين دقيقة تمنتاشر دقيقة ما كانتش فيه فيديوهات هنا بيجيب لي واحد ونص دقيقة ودقيقة ونص الحاجات دي أرباح لأن حضرتك لما بتعمل كده في البداية أنت الوحيد اللي بتخسر دي كلها فيديوهات أكتر من تمن دقايق وده فيديو أكتر من تمن دقايق وده فيديو اكتر من 8 دقايق بدأت برضو افهم شوية والشهر التاني اللي هو شهر اتنين بدأ الارب ام برضو يعلى شوية في الاخر في النص اوه في النص اتنين بدأ يعلى شوية لحد لما دخلنا الشهر التالت في الشهر التالت حققت 62 دولار من كم مشاهدة من 44 الف مشاهدة بس هنا الارب ام بدأ يعلى بص يعلى 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 والدنيا بدأت تمشي شوية حتى التكلفة المعلن بدأت زيد وبرضو لو جينا بصين هنا وشوفنا حلاقي ان اللي بدأ برضو يجيب فيديوهات اكتر من 8 دقايق اكتر من 8 دقايق الفيديوهات اللي جايبالي ارباح خصوصا ان هنا برضو كانت الارباح جاية من البحث جاية ان حد بيدور اللي قدام حضرتك دي كانت دايما البداية لحد ما جي شهر اربعة وشهر ازدهار المتوحد فكرة ده الزقق بقى ده الزقق بجد ده الفيديو اللي اتعمل فيه المصفح الخفي او الشهر اللي اتعمل فيه المصفح الخفي اللي عمل معايا طفرة كبيرة جدا قدرت حقق اول ميت دولار في شهر قدرت شهر اتنين تلاتة اربعة علشان حقق اول ميت دولار جي الشهر خامس حققت الواحد وميت دولار بس كان عندي ارب ام كويس بدأ يزيد في الاخر بسبب زيادة المشاهدات بص تعالى ارب ام بدأ يزيد في الاخر اهو بص هو كان بدأ كام واحد واحد بدأ يزيد في الآخره يزيد 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 وينزل وزيد وبرضو قدم حضرتك هه انتكلفها بدأ تزيد شوف فيديو 64$ فيديو لوحده هو دا الفيديو اللي بقول لحضرتك استناء اللي حيرفع لك من لينك كناتك لو كنت من أول شهر قلت لا دا 34$ دا انا بيطلع عيني في اليوتيوب اكتر من ايه اللي 4 $ ايه حامل بيهم ايه وهنا حامل بيهم ايه وهنا حامل بيهم يعني انا حقعد خمس شهور علشان اقبض الف وخمسمائة جنيه لان شاء الله لا اليوتيوب ده مع السلامة لكن استمرارية انشاء محتوى انتاج لو جيت بصيت شفت هنا دي كان شهر بس مباشر بس مباشر واحد بس مباشر دنيا دنيا كان الفيديو ده الفيديو كان بيحل القناة بطريقة غريبة بص لو جيت باحد عن ما النظرة عامة بص 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 في البداية الف 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 في النهاية بدأت بوم 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 يعلى الفين اربعة تلاف مشاهدة تلاف مشاهدة خمس تلاف مشاهدة القناة بتاعتي مش بتعود على كده بدأت تانية توديني في مكان تاني المشاركين زيد هنا المشاركين بص توجيت بسات هنا المشاركين خمسمية المشاركين هنا خمسمية المشاركين هنا ربعمية المشاركين هنا تلتمية لكن الشهر اربعة كان شهر ازدهار المتوحد فكرة وده الشهر اللي بدأ يزق معايا في مئات بدأت بعد الفيديو ده افهم تفاصيل اكتر خصوصا ان ايقنت ان اليوتيوب في ربح بناء على شغلك واجتهادك شوف اده شهر اتنين تلاتة اربعة خمس خمس شهور انا شغال على اليوتيوب وبشرح يوتيوب بس برضو ما كانش عندي الكفاءة وقدر نطلع قول له حضرتك ده بيجيب مبالغ كبيرة ده حضرتك تقدر تعمل منه دخل ثابت ده حضرتك ممكن تعمل منه حاجة تخنيك او تغنيك عن شغل اساسي بس برضو حفظ دايما ضد الموضوع ده بس هي ممكن بس انا ضده ليه انا دايما بقول ان اليوتيوب او اي حاجة دي دخل تاني فهمني لكن قدرت ان انا اوصل في النهاية للمرحلة اللي قدام حضرتك ده الراحلة دي اللي بيتمنها اي منشئ محتوى بس عايز اقول لحضرتك حاجة ان انا وصلت المرحلة دي بعد ست او سبع شهور بقبت تلاتين دولار اربعين دولار خمسة واربعين دولار الحاجات دي واستمرت استمرت استمرت وبعد كده بدأت تزدهر من كتر الاستمرارية في انشاء المحتوى فحضرتك لما تيجي اول شهر تعمل لك عشرة دولار خمستاشر دولار اعرف ان الشهر الاولى هي دايما كده ليه؟ قناتك لسه متخصصتش لسه مش مستهدفة ولو حضرتك قناتك فيها منوعات كتير جدا ارباحك بتقل اربئمك بقل مفيش استهداف ليه اعلان على قناتك يعني انا فيه بدخل بلاقي استهداف على قناتي ليه مثلا برنامج بتكلم عن ذات المشاهدات ده استهداف هو مستهدف متوحك فكرة فده ربح اكتر فهمتني؟ هو ده الاستهداف اللي متكلم عليه لكن حضرتك منوعاته من السيد هيستفاد من حضرتك ما انت منوعاته من السيد لان عارف احطك طبع الجمال ولا حطك طبع الطبق ولا عمل لك استهداف ما احنا بنتكلم على استهداف لان الاعلان والمعلن مستهدف المعلن مش هيدفع فلوس غير لما يستهدف حضرتك لما بتيجي تعمل انا بتقول ايه اول حاجة انا عايز استهدف قنوات كذا استهدف لي متوحك يا فكرة قنوات الطبق طيب ما انا داخل القناة بتاعت حضرتك لها منوعاته من السيد حامل في ايه؟ مش هستهدفها فبالتالي حبيجي لك الارباح القليلة والاعنات القليلة فمتلمش غل نفسك لكن لو حضرتك من الاول اتكلمنا عن تخصيص القناة هتشوف فرق شاسع وحظك ونصيبك لو حضرتك قدرت تتحقق الربح في شهر 12 وتعلمت ان الفيديوهات الاكتر مشاهدات اكتر ارباح اكتر والدنيا معك هتبقى حلوة هتجيب في الشهر الاول مبلغ كبير جدا لكن لو حضرتك حظك سيء وحققت الربح في شهر واحد لازم تكون عارف ان شهر واحد هو شهر عالكل قليل جدا وارباح قليلة بس برضو بقول لحضرتك اوعى تكسل في شهر واحد بالتفكيلة جميع اتمنى يكون قدرت اوضح لك ان المبلغ ده بدايته هنا بس بدايته اربعة وتلاتين دولار اربعة وتلاتين دولار كالبداية النهاية النهاية قدام حضرتك ستمية اتنين وستين دولار وان شاء الله خلال الخمس دايم هيزيده اكتر بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لي وبارك لحضرتكم ان شاء الله في رزقكم ويجعل ليكم الخير ويجعل اليوتيوب دايما مصدر رزق ليكم وان شاء الله نتقابل في حلقة جديدة السلامة اشتركوا في القناة